موسيقى 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 السلام عليكم هل فيكم فيديو جديد اليوم قبل علنت عن السوفتوير الجديد له 12.1.3 بيتا 2 في الاصل هي معلنت عن بيتا 1 هي كانت عن 12.1.2 و بيتا 1 فجأة نزلت للعامة علشان المشاكل اللي بينه بين كوالكم في الصين وسوت تغييرات طفيفة على السوفتوير في الاجهزة الصينية و نزلت للعامة و نزل لكل حول العالم لكن تغييرات صارت بس على الليفون الموجود في الصين و طبعا بعد ما نزلت في العالم أعلنت كوالكم برضو ان البراءة الاختراع و الأشياء اللي بينه و بين أبل إلى الآن مبرحة تانية في المحاكم و بعد ما أبل أعلنت عن 12.2.2 و عدلت أشياء في الاجهزة اللي في الصين كوالكم قالت التعديد التغيير لسويتها و لازم نحضر الإيفون في الصين فأبل حين برضو نزلت بيتا ثاني 12.1.3 و سميتها بيتا 2 و هو الأصل كان بيتا 1 طبعا التحديث هذا ما راح نتوقع فيه أي شيء ينزل إلا للصين الصين راح يكون فيها تغييرات خديثة طبعا نزل هذا التحديث برضو مع تحديث الابل واتش برضو هو بيتا الابل واتش مثل ما تشاهدون 5.1.3 نحدث برضو الابل واتش طبعا ما راح نسوي الفيديو للابل واتش لأنه ما فيها أي ميزة جديدة في موديولة في الابل واتش و برضو في الايفون لكن الايفون الأهم أنه نشيك السرعة و نشيك كلها نشوفها لالبيتا 2 مستقر و لا مستقر و نشوف قوة الجهاز في الجهاز و الأشياء ذا كلها فنظر نحمل السوفتوير و نثبتها في الجهاز و نرجع معكم طيب رجعنا معكم بعد ما حدث الايفون و برضو الابل واتش حدثت لو نشوف هنا الخش السوفتوير حين عندي 12.2.3 لو نروح للصور هذا قبل التحديد كنت على 12.2.2 هنا 12.2.3 طبعا رقم التحديد اذا تغير او لا الرقم كان 5024A حين صار 5032A هذا التغير رقم السوفتوير أما الداكرة كانت عندي متوفر 1.2.44 بعد التحديد صارت 2.3.0.4 يعني مع التحديد الجديد أعطاني غرابة نصف جيجا بعد ما حدثت فهذه من الأرقام ورقم التحديد حين نأتي معكم نشيك على Geekbench طبعا ما يعرف Geekbench هو برنامج قوة الجهاز يعطيك المواصفة الجهاز مثلا ايفون 10S والسوفتر على A12.1.3 المعالج هو A12 Bionic هذا الهيرتز المعالج والممور عندي 4 جيجا طبعا سويتها قبل التحديد و حين حدثت و سوي مرة ثانية معاكم طبعا نسوي الجديد و نرى الفرق هل سيكون أسرع أو سيكون أبضل و سوف نرى هنا ننتظر الى حين يخلص الاختبار طيب نحن نخلص الاختبار هنا في المعالج 4794 و في الملتيكور 10684 قبل التحديث كيف هو الفرق المعالج يصبح على لكن الملتيكور صار أقل كان 10730 الآن صار 10684 والسنجل كور كان 4770 الآن صار 4794 طبعا لو نرى هنا من الملتيكور نرى الجهزة الموجودة عن دابل فليفون 10S وعلى واحد بعدين يعطيك 8 بلاس كيف تنزل تنزل هذا على الملتيكور والسنجل كور أيضا ايفون 10S بعدين يعطيك 8 بلاس وتنازل وبكذا هذا السفتير جيد 12.1.3 بيتا 2 لا يوجد اي تحديثات لا يوجد اي تعديلات على الصين ففي نهاية الفيديو لا تنسوا اشتركوا في الغناة والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا